موسيقى ولاية الجلفة كغيرها من الولايات تستعد لاستقبال للنشاطات والتجمعات الشعبية للمترشحين استعدادا لانطلاق الحملة الانتخابية لرئاسية السابع من سبتمبر خصصت لهذا الحدث 63 نقعة بالإضافة إلى فضاء لتنشيط التجمعات الشعبية تم علم السوء المندوبية الولائية إصدار قرارين يتعلقان بتحريد القاعات سوف تخص لأماكن التجمعات والتي يقدر عددها بـ 63 قاعة إن شاء الله على موزع على كل بلدية الولايات وعدها 36 بلدية إذن ما كانت 63 قاعة إن شاء الله سوف يستغلوها المترشحون أو ممثلهم لإجراء تجمعاتهم الانتخابية خلال الفترة من يوم 15 عود إن شاء الله إلى غاية نهاية الحملة إن شاء الله يوم 3 سبتمبر تم تسخير قاعة المسرح الجهوية للجلفة من طرف السلطة لمستقل الانتخابات وطروف كم مواتية فضأت المسرح مفتوحة لاستقبال المترشحين ثلاثة أو من ينوب عنهم الحملة الانتخابية التي ستنطلق في الخامس عشر أود حدد لها 856 موقعا خاصا بملسقات المترشحين كما تحصل ولاية أكثر من 170 مركز اقترع تم على مستوى كل بيت الولاي تحديد مواقع الإشار استخدام المترشحين وعددها 856 موقع إشهاري وكما تعلموا أن هذه المواقع عددها محادث وفقا لعدد سكان كل بلدية وبالتالي تم ضبطها في انتظار فقط موافتنا بالتعليمات المتعلقة بترتيب المترشحين داخل هذه المواقع الإشهارية وفقا لتعليمات السيد الرئيس السلطة الوطن المستقل للانتخابات ولاية الجلفة التي أكدت جاهزيتها الكاملة لاستقبال مترشحية الرئاسيات القادمة لعرض برامجهم في أحسن الظروف وهذا على مدار ثلاثة أسابع كاملة تمثل فترة الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع من سبتمبر اشتركوا في القناة